اشتركوا في القناة ودعم سموه الدائم واهتمامه ورعايته لعمارة بيوت الله ولا جميع المشاريع الوقفية جاء ذلك في مستهل الجلسة الاولى الاعتيادية التي عقدها مجلس الاوقاف السنية برئاسة سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجر رئيس المجلس حيث ثمن رئيسه واعضاء مجلس الاوقاف السنية الدور الكبير لجلالة الملك المعظم في دعم ورعاية كافة صور العمل الخيري والوقفي مؤكدين ان الامر السامي بتعيينهم واعضاء في المجلس يعد وسام فخر واعتزاز